يكون فيه رؤية مستقبلية فيه تنبؤ لها إن شاء الله بكلم عن ناس الزغارة الأول اللي هي صغار السن اللي هم فيه قطاعات النشئين إن هي يعني يكون عندها فرصة إن شاء الله ومستوى يؤهلها للوصول للفري الأول طبعا دي مهمة صعبة جدا وفيه حاجات بتبقى يعني مش هزاقول في علم الغيب بس التنبؤ بيه بيبقى صعب يعني تعرف فيه تباهم في المستويات النهاردة لو قيمت اللعيب عنده عشر سنين المجموعة كل الفرق فيه تلاتين اللعيب مثلا عندهم عشر سنين معمره الوقت بيدخل بقى احداشر سنة وتتلاقي التباهم بقى فيه اختلاف في المستويات ده بيسبق ده ده بيسبق فيه عام كتير بزبط فيه في حاجات بتبقى في الجينات في الصفات الوراثية في حاجات بتبقى في شخصية اللاعب نفسه حاجات مؤثرة بتأثر إنما انت ضامن اللعيب إن هو قدر فعلا لا أنت من خلال خبرتك من خلال الاقتصوهير اللي بتشوفه بالعين اه بتبقى انت بتحط التصوراتك بس هي المشكلة هنا او الصعوبة هنا انت مش ضامن التنبؤ بتاعك ده يمشي بالسرعة اللي انت شايفة هي طبعا مع كبر السن اعتقد بتبتدي تظهر تقدر تحدد شوية لان فيه عوامل النمو بتختلف ممكن واحد بيجيله تفرة 13 سنة واحد تجيله تفرة 4 لما في السن بتدي من نقول من 17 18 سنة بتبتدي يعني اكتمال النواح البدنية لما بتكتمل النواح البدنية اعتقد التقييم بيقوم في دقة شوية يعني نسبة تحديدك للناس اللي ممكن توصل للفنية الاول بتبقى افضل شوية إنما هي الصعوبة كل ما تقل في السن هي دي المشكلة يعني الشرط لعب نكون بنستاف شربي خير مثلا في سنة 13 14 سنة الشرط يكون نجم كبير جدا في المستدرات تبع لأمور كتير اه طبعا طبعا أنا دي ما بدي مسعد باعماد ميتحب كان 13 سنة جاهلنا أقل مهاجم موجود وكان حيمشي وكان حيمشي ولوله بس يعني كنا يعني كان ربنا دينه صحة لكابتن ميمي شربي كان هو المسؤول لأ يعني يعني كان فيه كرار أصلا براحيل عمال ميتحب هو عنده 13 سنة من نادي الأهل كم ممكن بس الحمد لله يعني قار في النهاية أنه هو يستمر وطبعا نكمل بك بنحسن الفارده في تاريخ مصر والنادي والمنتخب يعني أبقى باريك بديك مثال بس لصعوبة الشغل في المرحلة دي اللجنة أنا يعني أمكن مع بداية السنة دخلت كان موجود كابتن علاء ميهوب ورئيس اللجنة أنا كل فاكرة الدولية سهلة يعني يعني اللجنة عملها يبقى سهل منتهى صعوب طبعا كنت متواجد في اللجنة دي قبل كده بدأت في معبدات الموسيقى فلا عمل صعب جدا لأ أنت الرؤية مش واضحة قدامك فدي هي دي خصوة كل ما السن بيقل فبتبقى فيها صعوبة فيه نقطتين بقى تنين برضو هي بتدخلك في صعوبة حتى مش مع السن الصغير مع السن الكبير الاستجابة في حاجة في اللعب استجابة التدريبية أو استجابة للتدريب فيه لعب بيستجيب وفيه لعب بيستجيبش فيه حاجات كده بتاعت ربنا ما تقدرش أنت تتحددها أنت برضو فيه أماكن بتاعت أو يعني عناصر بتاعت تحوط إيدك عليها ممكن تتنبأ بشكل كبير إنما استجابة التدريب دي ما تقدرش تحوط يعني يعني أنا فاكر أنا لناس ببضي مسأل بنفسي يعني أنا كنت هنا أنا بتديت أتمرأ معدار يقولي حصلت تفرف يعني حاجة بتاعت ربنا كده يعني استجابة بتاعتك أنا نفسي تخضيت يعني أنا أقولت إيدك خالص إيدك إيه اللي بيحصل ده يعني إيدك يعني أنا باجأ قارب قبلها بشهر بشهرين بتلاتة ففي حاجات كده بالزبط بالزبط فالتسجابة التدريبية دي طبعا برضو ما تقدرش تقدر تحوط إيدك عليها وتقدر تتنبأ بها في المستقبل وتنبؤك يبقى صحيح بنسبة كبيرة في نقطة تانية برضو الشخصية اللاعب النهاردة انت في القطاع الناشئين الشابي صغير خمس عشر سنة وست عشر الدغوط النفسية أقل المستويات بتبقى في قطاعات الناشئين بينك وبالفرأ الأخرى بتبقى فيها تباعد فأنت متفوق يعني انت بترعب في منطقة القاهرة محدودة الفرأ اللي هي متميزة أو اللاعبة المتميزة لما بتبتدي تخش بقى في الدور الممتاز الدور الممتاز بيلم كل العناصر المهازة على مستوى مصر فتبتدي التنافس بيبقى قوي والتنافس بيبقى صعب انت متعود على تنافس محدود في قطاعات الناشئين ممكن انت تبتدي ترعب درجة أولى 17-18 سنة وتبتدي تخش تلاقي الأجواء مختلفة التنافس أقوى مستوىات المنافسين أقوى تبقى منافسة على مستوىات الجمهورية بالزبط 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 فالاختيار بيديق طبعا والمستوىات بتبقى عالية جدا هل انت بقى بشخصيتك انت يا راجل تكونك النفسي عندك ثقة في نفسك عندك قدرة لتحمل الدغوط هل دي عندك ولا لا في لعبة كتير مستوىاتهم عالية وبيجي يوصل للمرحلة دي ما بيبقاش موجود ازاي بيتم اكساب الناشئين حتة الدغوط دي بتحديد وهم في القطاع عشان يقدروا يتعودوا على الدغوط فيما بعد وبتحديد ان شاء الله في الفريق الأول للنادي الأهلي وخصوصا فريق كبير جدا زي النادي الأهلي دايما بيبقى عليه ضغوط سواء اعلامية او جمهارية بلا لهم طالب بكل بطولة بيشارك فيها ان هو يفوز به مهم طبعا اللي بيتولى مسؤولية الفريق الأول لازم يعني دايما يحط مقارنة لللاعب اللي طالع من قطاع الناشئين سنة 2018-19 سنة يعني حط مقارنة بينه بما سواء هو الشخصي هو حاط التصور ليه او مقيمه تقييم والمقارنة بينه وبين زميله يعني هي دي النقطة النقطة اللي انت بتقولها دي نقطة مهمة جدا فيه في حالة التنافس تدي اللعب سقف نفسه تحطه في ضغوط حاجات اللي هي فيها تنافس منتو منتداء الملعب تحطه تحت ضغط اسواء في واجبات دفاعية دفاعية عنده هو مهاجمه فيه قصور في الوجبات الدفاعية تحطه دايما في النقطة دي يعني التميم وده التميم اللي نقوله التميم التخصصي بتاع اللعب دايما انا بقيم المستوى الفني بتاع اللعب وباشوف القصور اللي فيه وابتدي حطه تحت ضغوط في النقاط يعني هو عنده قصور في النواحة يعني فيه لا باك مسلا على اطرافه وعنده مشكلة في النواحة الهجومية لا انا احطه في ضغوط دايما في اكرر المواقف الهجومية عنده عشان بتدي ازوب من المستوى الفني فيه حاجات بتيجي من التدريب بس في النهاية برده تكوين اللعب وشخصيته شخصية اه انت فيه حاجات بتقدر تقدر بخبرتك كمدرب انك تدينه ثقة في نفسه تدينه دايما تشجيع دايما في البدايات بتحطه له التدريبات اللي هو الحاجات مثلا هو متفوق في التصويب تحطه تدينه تبرة التصويب دي هو من خلال الحاجات اللي هو بيتميز فيها ممكن الثقة تتجيله وبعد كده بالتدريب تدخله في النقطة الضعيفة اللي عنده اللي يتدرب عليها يعني هي يعني مهم جدا المدارة بيكون فاهم وازاي يدربه وازاي ازاي كان فيه نقص في النفسية عنده برضو مشكلة في النواح القدرات العقلية في التركيز يبتدي يضغط عليه في المواقف ويصحح اخطاغه اول باول ان هي محتاجة مجهود ودايما هي الفاصل في النقطة دي انك دايما تقايم لعيب اللي عندك بشكل دوري وتشوف النقاط الضعف اللي عنده يعني حتى الحلول اللي هي النفسية وزهنية برضو تقدر تتعالج بشكل كبير مع النواحي الفنية تمام الاعمار المناسبة اللي انا قدر من خلالها حط اللاعب تحت ضغوط المنافسة بشكل كبير جدا بداية من سن كام مثلا يعني من سن كام ممكن نقول انه لازم يكون فيه منافسة قوية جدا عشان ناشئ النادي الاهلي يتعاود على المنافسات تمهيدا لتصعيده للفريل الاول في حالة اختياره لانه برضو وفي نفس الوقت في بعض الاحيان بيبقى يقال ان في سن المبكر لما تحط اللاعب تحت ضغوط نفسه كبير ما بيقديش بالشكل المطلوب وبيأثر على شخصيته وفيما بعد هو طبعا يعني اللاعب السن الزغير طبعا فيه شك يعني اذا كان بيبدأ المدرسة الكوية بتبدأ من عمار زغير فيه فيه فرق بتبدأ من 6 سنوات انا بعتقد ممكن من بداية 14 سنة يبتدي اللاعب حتى للمسابقات الدولية كانت أصغر من 17 وحطوا حد أدنى دلوقت في المطلوبات الدولية 17 سنة اممكن كانت قبل كده اعتقد 15 أو 16 هم شافوا ان يعني عشان نحط اللاعب في ضغوط ما بقاش أقل من 17 سنة مش أقل من 17 سنة بالزبط لان تعرف القدرات البدنية عنده بتزيد قوته دي هو سخته بتزيد في نفسه يعني فدي اعتقد هي 17 سنة تقدر تحط اللاعب في الضغوط واجبات مراكز واجبات مراكز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى